تقول بكين إنها تتابع بقلق متزايد العلاقة الوثيقة بين تايبي وواشنطن وهو ما قدها إلى تكثيف التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان ومنها مناورات جوية وبحرية أجرتها على مدى يومين الأسبوع الماضي وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات التي لم يذكر تفاصيل عنها تنعقد قرب مضيق تايوان وتشارك فيها القيادة الشرقية للجيش الصيني وأضاف أنه إجراء وصفه بالمنطقي والضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي مؤكدا أن تايوان شأن صيني داخلي بحت ولا يقبل أي تدخل أجنبي وجاء إعلان الصين في الوقت الذي بدأ فيه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية كيتي كراش أول يوم من زيارته لتايوان ولدى الولايات المتحدة أشأنها شأن معظم البلدان علاقات رسمية فقط مع الصين وليس تايوان رغم أنها المورد الرئيسي للأسلحة للجزيرة وأهم داعم دولي لها